برحب بيكو بخلقة جديدة فيديو دي دي النهاردة هنتكلم فيها عن برج العرب وقامل نصايح توقعات لبرج العرب لشهر ابريل من اول يوم 17 ابريل ل 17 مايو يعني منتصف ابريل لمنتصف مايو كالعادة بريز ما تنسوش تابعوني على السوش الميديا على الانفسي جرام على فيسبوك تقولوا لي بتفرجوا علي من فين وانتو برج ايه وكمان تقولولي ايه اكتر الطاقات المساطرة عليكو يا برج العرب طيب برج العرب خلونا نتكلم اول حاجة عن طاقتك انت ممكن تكون الفترة دي عندك مشاكل كثير جدا في حياتك العملية وحياتك المادية زي ما يكون في مشاكل كثير بدأت تظهر قدامك يعني ايه انت ممكن تكون حس المشاكل عملة تتحدف عليك كده تك 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 من كترهم ما هي متكثرة فده طاقة طبيعية جدا جدا مش عزيكو تقلقو بالعكس حاجة هتحصل هتنتيه في نهاية ابريل فانت برج قوي جدا يا برج العرب وبتعرف ازاي تتحدى المشاكل وبتعرف ازاي تكون قد المسئولية فانا شايفاكو قد المسئولية شايفاكو بتستحملو شايفاكو بتقدروا تقفو فهي عادي كل الناس بتعدي بفترات صعبة مثلا الفترة دي مدين شوية عندك ازمة او عندكو شوية مطوب منكو حاجات اكتر من الدخل اللي داخلكو او مش قادر عندك ديون مثلا مش عارف تخلصها عادي جدا جدا عندك احلام وامال وحاجات نفسك تعملها بس مش قادر تعملها بس برضو ان شاء الله باذن الله برج العرب الدنيا هتبدأ تزبط معاكو هتبقى احسن بكتير جدا جدا فلا تقلقوا لا تقلقوا لا تقلقوا كمان يا برج العرب شايفا الفترة دي انت نفسك تحب نفسك تتحب بتدور على الحب مشتاء للحب عايز اقولكو الخبر الحلو ان انت لو شخص تنجل الفترة الجاية هتعيش قصة حب يعني خاصة الاسبوع الجاية يعني الاسبوع اللي هو العشر تيام الجايين هو نهاية شهر ابريل يا اما حب قديم هيبدأ يعني يعاد احياؤه او هتقابل شخص هيغير لك طعم الحياة يعني الشخص ده يعني هيقرب منك step by step يعني خطوة خطوة هو زكي جدا هو معجب بيك او بيحبك او عايزك او حيسن هو مشدود لك مشدود لك بي مشدود لك جسديا وروحيا وفكر فيه كتير جدا جدا يا برج العرب طيب ايه صفات الشخص هيحبك وهيقرب منك الفترة الجاة هو بيرقبك كتير قوي قوي بيرقبك على مواقع التواصل الاجتماعي الشخص ده ممكن ما يكونش من نفس البلد بتاعتك ممكن يكون من بلد تانية جنسية تانية او في نفس البلد بس في مدينة اخرى الشخص ده طموح جدا شخص زكي شخص منمك يعني بلبس حلوة جدا شيك عصبي ممكن يكون عنده حب تسلط شخص متسلط شوية عنده حب امتلاك يعني هو لما بيحب حاجة بيحبها تبقى بتاعته فضولي طيب هتقابله ازاي هتقابله ممكن تتقابله على مواقع التواصل الاجتماعي تتقابله في مكان فيه ناس مشتركين وشخص ده يكون شخص بيحب السفر او بيسفر كتير يعني الشخص ده اما شخص بيحب السفر اما شغله في السفر ممكن يكون شخص ده كمان عنده يعني عنده يعني من احد صفاته انه هو عنده معجبين كتير هو شخص شكله حلو اتراكتف دم وخفيف طيب هو شايفك ازاي شايفك ان انت فيه كل صفات اللي انت بتحببه بس شايفك غامض يعني اكتر الحاجات اللي قلقاه منك في التعامل معيك يا برج العرب ان هو خايف منك او ان هو عاملك حساب قوي لانه هو شايف ان انت شخص غامض جدا جدا طيب شايفك ازاي شايفك ان انت حنين شايفك ان انت جدع شايفك ان انت اتراكتف انت يعني جذبه جدا جدا يا برج العرب طيب هل الشخص ده هيقارى منك اه هو هيبدأ ياخد خطوات بس خطوات ان دايركت يعني مش هيجي اقولك انا بحبك وبموت فيك وبعشائك مش هيعترف لك بالحب بس هيباين لك ان هو عايز يكون قريب منك هيباين لك ان هو مهتم هيبقى بيكلمك بيحاول ان هو بيعطلك مسجد اللي هو بيتلكك علشان يقرب منك يا برج العرب انت انا شايفك ان انت يعني ان انت ممكن تكون مخضوط في البداية او خايف او مش عارف تقرب قوي واخي الجم بس اللي عايز اقوله لك ان شخص ازاي زكي جدا جريء ان هو فهيعرف ازاي يجذبك اليه ستيب باي ستيب يا برج العرب وهيكون زي دوة لك بس في البداية ممكن ما تكونش مشدود له جدا بس هو هيعرف يعني يسرق قلبك يا برج العرب ودي حاجة حلوة ان انت الشهر دا يبقى شهر الحب بالنسبة لك عندك قصة حب هتبتدي جديدة او قصة حب قديمة هترجع لك وهتعيد لك الحياة الشخص دا ممكن يكون مختلف شوية حاجات اللي انت بتحبها يعني يعني هم الشكل اللي بتحبه مش طريقة اللي بتحبه بها بس هو شخص يعني جذاب هو هيعرف يجذبك وهيعرف يقربك منه انا شايفه انا شايفه كمان هو مش بيعبره مشاعره بسهولة يعني مش هيجي يقولك انا بحبك او ان انا معجب بيك او ان انا برأبك او انت مهم بالنسبة لي لا هو بيعرف يخبي مشاعره وكمان الشخص دا ممكن يكون في علاقة سلسية في العلاقة دي يعني ممكن تكون انت معجب بحد مرتبط او بيحب حد تاني او انت محتر ما بين شخصين اعتقد العلاقة سلسية مش من ناحيتك من ناحية الشخص التاني او انت دخلت عليه في حياته وهو كان في حد مثلا معجب بيه بيحاولي اقرب منه فشخص دا ممكن يكون في حيرة ما بينك وما بين شخص اخر اوكي ايه الابراج اللي ظهره قديم يا برج العرب اللي هتكون قريبة منك شايفه ابراج نارية شايفه برج الحمل شايفه برج الاسد شايفه ابراج ترابية عزراء وطور وجد شايفه ابراج مائية برج الجوزاء سوري هواقية برج الجوزاء والدلو شايفه ابراج مائية عقرب زيك وسرطان طيب ايه بقى الخطوات اللي نصيحة لك نصيحة لك ان انت تدي لشخص دا فرصة لانه هو او شي ديزورف يو يعني اقصى الرجل او ابراء الشخص دا اتراكتف بس هو مش بيبان على حياته في البداية يعني هو ممكن يكون بتسترخمه في الاول حيث انه دا مش خفيف فانت مش هتنجذب ليه اوي في البداية اه وهو شخص عفوي تلقائي اه جدع اه بيساعد الناس بيحب يساعد الناس بيبان هواياته على فكرة هو بيشوفك كده يعني هو برضو شايفك جذاب جدا هو منجذب ليه جدا جدا عاطفيا اه وجسديا وروحيا وبيفكر فيك اه طيب اه اه اكتر حاجة اتراكتف في الشخص دا بالنسبالك انه هو مثلا اه بيعف تتكلم دا مو خفيف يعني دا حاجة هتجبك فيه قوي هو كمان شايف ان انت دا مو خفيف وشايف ان انت اه عفوي تلقائي شايف ان انت مش مغرور ودي صفاتك يا برج العرب اه هو كمان شخص مش مغرور خالص هو شخص متوضع اه اه في حاجات مشتركة ما بينكو هتكتشفها كل ما بتقرب منه اه شايف ان انتو ممكن يعني تلتقوا بعض قريب اه انت لما تلتقي بيه هترتبط بيه جدا على فكرة يعني انتو مثلا بلقوا كتير ما شفتوش بعض او شفتو اه مثلا مثلا لا فيه لقاءات هتقابلوا فيها في نهاية شهر ابريل مشاعرك من نحيطها هتتغير تتمية وستين درجة يعني ممكن تكون انت معجب بيه 20% لا بعد اللقاءات اللي في نهاية ابريل دي هتحس ان هو بقى جزء مهم جدا جدا في حياتك طب هو بيحبك ولا لا هو بيحبك جدا جدا بس هو فيه شخص اخر موجود في حياته الشخص الاخر ده بيحبه شخص قوي جدا فانت دخلت اما هو انت تعرفت عليه هو مرتبط حيبقى محتر ما بينك او بين شخص تاني الشخص التاني ده جذاب جدا جدا واتراكتف وهو معجب بيه على فكرة فانت دخل في منفصة قويه بس انت هتنتصر يا برج العرب قولولي الكلام ده بيتطفق معيك ولا لا قولي بتتفرج عليهم فيه متنسوش تبعوني على الساشال ميديا على الانستجرام على الفيسبوك I love you all احبكوا اوي 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 اعملوا شير كتير للبرج العرب عايزة كل الناس عندي على اليوتيوب وع الفيسبوك يدخلوا عندي على الانستجرام Thank you bye ma salama Thank you